السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته خوتي اخوتي داخل وخارج أرض الوطن ان شاء الله لقكم في هذا الفيديو في تمام الصحة والعافية بإذن الله فأكم تمنى أنكم تعلون لايك للبردج هذا الفيديو بجدائما تصلوا بما هو جديد فيديو اليوم اللي غنطرق لي إخواني أخواتي بخصوص صفح مديونة اللي صفحها العائلة كاملة ببرودة الدم والسبب لراجع تناول القرقوب والحاصيلة دياله اللي كانت تقيلة تقيلة بزاف واللي قتل أمو واختو وولدها وهذا الأخت بالمناسبة كانت حامل وكذلك رجلها اللي مشى ضحية هاتفها فأصفها لهم كاملين واكتفهم بالفولار وهذا المزارة أرتكبها بعد أيام قليلة من اللي غادر السجن بعد مقضى واحد العقوبة نافذة حيث تعدى على أمو وتم متابعة دياله من طرف محكمة مدينة الضلبيضاء بتهمة العنف ضد الأصول فالقصة وما فيها أن هذا السفح مديونة والاسم الحقيقي دياله شافيق مشى ديك الصباح بكري مع ربعة الصباح عند دارخته الكائنة بإقامة الشرف بشاري حسن اليوسي فين غيرتك بأبشأ جريمة فحق عائلته وزاد حتى نسيبه فشكون هو السفح مديونة فسيد عانا في ظروف صعيبة وسط أسرة بسيطة ولكن الحمد لله العائلة كان مستورة عايشة بلي قسم الله سبحانه وتعالى غير هو زاد طين بالله ما بقاش يعني وما بغاش يكمل القرية دياله كان معجاز كاسول وخرج من التعليم الابتدائي يعني هو سرح في الزنقة فين تعلم البليا والحشيش وأصدقاء السوق صراحة كان العمر دياله تسع سنين يعني مازال صغير وكان عائش عائلته معيشة في حالة مرار كل نهار مشاكل والطلبات دياله كان دائما يعني متزايدة ما كانت تساليش كل نهار كيطلب من عائلته الفلوس باش يشري الحشيش فهذا الشاب من الكبر واللي ولمون حارف كان فيتلي هضرب أمه ودخله الجناه ديالتونتسيس بمدينة برشيد باش يتلقى العلاج ضد هاد الاتمان يعني راكم عارفين إخواني أخواتي الواحد يكون بلي را كيف قد يعني ذاك النسبة للذاكرة دياله وميبقاش عاقل شنو كيعمل فللأسف ما تعالش بالعكس بالعكس زاد يعني في العنف اللفذ دياله والجسدي فحق عائلته كاملة والسلوك العدواني فقبل الرجوع إلى لحظة الارتكاب لهذه الجريمة فهد شافيق مش هدك الصباح للدار ودقت بابها واخته هي اللي فتحت له وهي مولى الدار فتفاجآت بالأخ ديالها ومنعاته باش ميتخوش للدار وبدت كتغوت كما العادة قاتله ميتخوش للدار هتعارفاه شنو كي يدير من المشاكل ومصائب وعاد تعده اللي قان به ضد الأم ديالها يعني رتكرفس عليها وهي رسم الليد ديالها فهي اللي عارفة شنو كي عمل وما قبلاتش دخله من جديد للمنزل فلأن هاتسيد لا يعقل أنه كي يضرب الأم دياله وتكرفس عليها واللي هي ردعاته وكبراته ويعمل فيها هاتشي كامل فهو ماشي رجل وهذا من حقها ما تدخلوش في الأخت غوتات في وجه اخوها شافق وغوتات وهذه آخر غوتة اللي قامت بها وليسمعوها الجيران لكن قبل ما يتقطع عليها الحس في الناس أو الجيران فهذا الأخت إخواني أخواتي باسمتها خاديشة وصفاح لديه 26 سنة هذا الأخير مرداش ومتقبلش الإهانة من الأخت لطرداته من المنزل ديالها دفعها وستل باب بزربة وضكي يضربها بأحد لأسل الكراطة ماشي مره ماشي جوج موقف من الضرب حتى شافها جده هامدة قدامه واللي كانت أولى ضحايا دياله في هاد المجدر البشيعة فأود الضحية بطريقة الحال حاول أنه يدافع على الأم دياله ويمنع خاله من ضرب الوالدة دياله لكن الولد جد دياله ويبقى عليه بالطرب حتى فارق الحياة كذلك يعني حتى هو ما كانش عالم أنه غيمشي ضحية للهد للعنف للهد إلا الخال دياله ويستطيع أنه يصف بطريقة بشعة فهذا كله وقع أمام أعين الأم ديال ومسكينة اللي قد مشلولة ومصدومة من هاد المشهد ما عندها مدير ما قدره تدافع على بنتها ولا على الحافيد ديالها وهي عارفة شنو كيتسنها من هاد مسخوط الوالدين وليفايت تعدى وهرس لها اليد وهات شعلات تشد وتتحبس فالشافيق اللي كان في حالة غير طبيعية من اللي تيقن باللي خطوق وولدها وماتوا ومشى عند الأم دياله وجد دور ديالها جابوا واحد ساطور أو مقدة وضربها ضربات متتالية في الرأس ديالها حتى انتهش مراسها وفرقات الحياة وزاة القائمة ديال هاد الضحايا هو اللي كان مخطط لهذا الفعلة فجمعهم كاملين وكتفهم بالفولارات وقلص كتنى نسيبه يرجع بالخدمة من الصباح حتى تستبعط الأشياء ونسيبه لمكان العالم ولمكان عارف شنو واقع في المنزل فمن يدخل نسيب فباغته شافيق بضربات متالية بالمهراز واحد يدي المهراز للراس والسيد مات في الحين وقتله وزاد الجثة على الجثة الآخرين فلا حول ولا قوة إلا بالليل العادين سيئ سد الباب ونسيبه ونسيبه غبر ما يخطوك أخرى أخرى عياد ما تعيط على الأخر وهنا فين سيدخل الشك وهنا فين علمات الشرطة لجاو وخبر الوكيل العام الملك لفتحوا الشقة والقاول الجثة يعني مسدفة وسط بركة من الدم والبحث هنا فين غير انطالق من طرف الشرطة العلمية وداروا معاينة لازمة وحترموا حقيقين ليكتشفوا وكانوا عارفين أن الابن هو ملفع بعد ثلاث أيام من الفرار إخواني أخواتي هاد الجريمة اللي قام بها هاد الشاب ضد الأوصول ديالو يعني يعني رمخ للينا منقول فهذا الجرائم اللي وقع سالفا ذكر اللي كانوا يقتلوا إلا واحد من لا إله ولا جول هذا كان مخطط يعني أنه يصفي العائلة ديالو كاملة حتى أنه مرحمش للأم ديالو اللي كان تكبراته وردعاته يعني وعملات به تسعة شهور فهو المصير أو الجزاء ديالو من طرف الإبن ديالو إبن ديالها اللي هو إلا كان مبلي والسباب الرئيسي هو هذا القرقوبي أو هذا المخديرات اللي خرجت على الشباب المغربي قاطبة وهنا كان طالب المؤسسات أو الحكومة أو يعني صراحة هاد شيء اللي ولينا كنشوفوه يجب إعادة النظر في هذه المسائل إعادة النظر لأنها تشكتر وهذه زاد عن الحد وما بغناش ما زال تزاد وما زال كان طالب السلوطات بالتدخل الفوري إخواني أخوتي هذا ما لدينا من أخبار فكنتمنى أنكم تكونوا بخير وعلى خير وما تنسوش أنكم تعملوا اللايك والبرتاج هذا الفيديو بجدائما تصل بما هو جديد دمتم في رعاية الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته